تلت مواقف تظهر عظمة وشخصية يسوع المسيح طبعا في مواقف عديدة وكثيرة مئات بل ألاف المواقف وهذا اندل على شيء يدل على محبة المسيح وعظمة المسيح ومعاملات المسيح مع الناس مكتوب عنه كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معهم كان يسوع يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب كان يخرج الأرواح النجسة الشريرة لم يلتقي بإنسان إلا ولمسته المحبة والنعمة الإلهية لكن اليوم أنا اخترت ثلاث مواقف اللي بتظهر عظمة يسوع المسيح وهذه المواقف عادة الناس بتتهرب منها مش بتواجهها الموقف الأول لقاء المسيح مع الأعمى الأعمى بارتماوس كان بيستعطي في أريحة وسمع ضجة كبيرة موكب ماشي مع يسوع جيين من الجليل وسأل عن مين هذا الشخص قالوا يسوع الناصري أول ما سمع كلمة يسوع طبعا نهض وصرخ وفرصة لا تعوض ويمكن هذا يكون اللقاء الأخير وفعلا آخر مرة يسوع بمر في جسده على الأرض لأنه ثبت وجهه نحو أورشاليم فصرخ هذا الأعمى يا يسوع يا ابن داود ارحمني اللي مشين مع يسوع المسيح مكتوب فانتهره المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكتر يا يسوع يا ابن داود ارحمني طلب يسوع أن يجبوه سألوا يسوع العالم بكل شيء بس عاوز يستخلص الكلمات من فمه سألوا ماذا تريد أن أفعل بك أجاب الأعمى وقال ليسوع المسيح ألا ترى يا سيد أن أبصر أن أبصر أجاب يسوع وقال له أبصر إيمانك قد شفا فرد له البصر والبصيرة في آن واحد المولود أعمى أحبائي وشفاءه هي واحدة من دلائل وخصائص المسيح بحسب العهد القديم في إشعية 35 إشعية 42 أشعية 49 وآيات كثيرة يسوع أو المسيح هو الذي يفتح العيون وعندما سأل يحنى المعمدان عن هوية يسوع أأنت هو أم منتظر آخر أجاب يسوع وقال له قال اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون فرد يسوع المسيح لهذا الأعمى البصر والبصيرة لأنه ترك كل شيء وتبع يسوع المسيح لكي يكون معه في هذا الأسبوع الأخير المسيح لم يرفض إنسان لم يقول هو وقته الآن أنا ذاهب إلى أرشليم ورح يصلب هناك ويموت لكن المسيح أخذ وقته تعامل مع هذا الأعمى وسأله حتى يسترجع نفسيته وروحه أيضا في نفس الوقت رد له البصر والبصيرة في آن واحد الشخصية الثانية هو شخصية الأبرص وهذه القصة موجودة في إنجيل متى الإصحاح الثامن مكتوب عن يسوع بعد العزة على الجبل نزل بعدين جاء واحد أبرص جاء وسجد له وقال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني هذه مجازفة كبيرة إنه الأبرص إنه يجي لعند يسوع لأنه أي شخص ممكن يشوفه يضربه في الحجارة فالأبرص لازم يكون بعيد مسافة والأبرص لازم يكون معتزن والأبرص لازم يصرخ نجس نجس لا تقربوا مني نجس نجس الأبرص كان لازم يغطي لف رداء حواليه حتى لا يعدي لأنه عدوى البرص مرض خطير جدا يعدي وطبعا محروم تقسيا دينيا واجتماعيا وروحيا هذا الأبرص عم بيتألم جسديا ونفسيا هذا الأبرص ما فيش عنده عيلي لو عنده زوجة طيب عاوز يقترب لزوجته يحتضنها ويقبلها أولاده يحن عليهم الناس المجتمع يزورهم يروح على المجمع أو الهيكل حتى يقدم العبادة محروم من كل شيء فأخيرا وصل إلى الشخص المناسب وهذا الأبرص اللي المفروض يعني أي شيء بيلمسه بنجس سأل يسوع يا سيد إن أردت تقدر أن تطاهرني الأعمى سألوا يسوع ماذا تريد أن أفعل والمسيح يريد أن يفتح العيون والمسيح يريد أن يطهر البرص والمسيح يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فإذن جاء وسجد ليسوع المسيح المسيح عمل شيء مهم جدا كمان من ناحية نفسية فالمسيح لا يتنجس بلمسة الأبرص فهو منبع الطهارة ومنبع بالمصدر القداسي جاء يسوع مكتوب فمدى يسوع يده ولمسه يعني قبل ما يشفي حبي طمنه إنه هو مقبول على قلبه إنه يسوع بحبه وإنه مهتم فيه ككيان كإنسان قبل ما يشفي لأنه المسيح عنده القدرة على الشفاء لاحظ الكلام فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فطهر وللوقت طهر برسه أحبائي هذا الأبرص طهر بقداسة وطهارة يسوع المسيح لكن الشيء الأهم كما فعل مع الأعمى لم يتركه وكما فعل مع الأبرص لم يتركه لم يقل المسيح خليني أفكر خليني أصلي كان سيد المواقف حيث وجد يسوع المسيح وجد حضوره وجدت قدرته فالمعجزة الشيء طبيعي وتلقائي في حضور ووجود يسوع المسيح كونه يلمس الأعمى لا يتنجز كونه يلمس الأبرص لا يتنجز وهذا ما فعله يسوع أيضا في الشخصية الثالثة المية وهون ابنة يايروس رئيس المجمع كان عنده بنت وحيدة فلذة كبده وفي يوم من الأيام فجأة مرضت مرض للموت وجاء مكتوب فواقعة عند رجلي يسوع أي حالة سجود وطلب من يسوع في الحال أنه يجي يشفي ابنته وحيدته المسيح ابتدى يسير طبعا إلى بيت يايروس رئيس المجمع لكن لسبب ازدحام الجماهير حوله ولسبب امرأة كانت أيضا تنزف من 12 سن قالت ولو مسست هدب ثوبه فلمست يسوع وشفيت طبعا من نجاستها ومن نزيف الدم فوقف يسوع وقال لها ايمانك قد شفاك اذهب بسلام هذا التأخير البسيط رجع واحد وبيقول لرئيس المجمع خلاص لا تتعب المعلم ابنتك قد ماتت تخيل الصدمة اللي بمر فيها رئيس المجمع بنت وحيدة لإله لكن كلمات المسيح المعزية بل هو سيد كل المواقف سواء الأعمى أو الأبرس أو الميت قال له لا تخف آمن فقط فهي تشفى واو بها البساطة بها السهولة لا تخف آمن فقط فهي تشفى دخل يسوع البيت وطبعا سمع اللي بيندبوه واللي بيبكو دخل الغرفة وهناك أحبائي مسك يدها لمسها لمس يدها وقال لها يا صبية قومي فرجعت روحها وقامت في الحال طبعا كانت المعجزة أمام الجميع كما قلت هذه المواقف تظهر شخصية يسوع تظهر عظمة يسوع تظهر أنه فعلا رجل مواقف لم يتردد لم يقول إن شاء الله أو ارجع أو مش وقته أو بعدين أو كل هذه الاعتذارات فالمسيح سيء كل المواقف مع الأعمى فتح عيونه في الحال مع الأبرص طهر برسو في الحال مع الميتة لمسها وتكلم ونطق بكلمة الحياة فرجعت روحها وقامت في الحال أمام الجميع فالمعجزات أحباء ليس لتظهر فقط عظمة يسوع إنه قادر لكن شيء طبيعي حيث وجد يسوع حيث حضور يسوع لابد أن تتم هذه المعجزات فإذن نرى من خلال هذه المواقف المحبة الإلهية بكل أبعادها ونرى النعمة الإلهية بكل عطاياها ثم نرى القدرة الإلهية بكل أمجادها يسوع المسيح هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء هو الذي يخلق العيون ويرد الجلد للأبرس ويقيم الميت في الحال لأنه يسوع المسيح فإذن هذه المواقف فعلاً أظهرت حنانه أظهرت سلطانه أظهرت غفرانه أظهرت محبته أظهرت رحمته أظهرت نعمته أظهرت غفرانه الكامل على البشرية المحطمة التي تعاني بكل أنواع الأمراض الجسدية والنفسية والعقلية والروحية يسوع المسيح لم يتغير هو هو أمس وإلى اليوم وإلى الأبد فمن تتبع أخي أختي اللي بيسمعني في هاي اللحظة هل تتبع شخص نبي ميت أم الحي القادر على كل شيء وأدرس أي شخصية كيف تعامله مع هؤلاء الناس الأبرس لابد أنه يعني خلاص مدفون في الحياة الأعمى الكل بيتحايده والميت الله يرحمه هيك عادة بقوله في العادات الشرقية لكن مش يسوع يسوع واجه هذه المواقف وفعلا أظهر أظهر عظمته من خلال معاملاته في هذه المواقف وأنا اليوم تكلمت عن ثلاث مواقف لكن في كتير من هذه المواقف اللي بتظهر تواضعه ومحبته كمان وأنه بعلم درس من كل هذه حتى المعجزات أخي أختي أنا عاوز أقول لك اليوم إذا أنت بتعاني من برس الخطية إذا أنت أعمى روحيا عم تتلمس عم تتخبط مشوش فكريا عقليا مش عارف تشوف وإذا أنت ميت بالخطايا والذنوب يسوع هو الحي والذي قال إني حي أنتم تحيون فرسالة يسوع وقدرة يسوع حيا وقال كلامي روح وحيا إذا كنت أعمى روحيا قل قل له يا رب افتح عيني إذا كنت عايش في نجاسة الخطية طهرني كما طهرت الأبرز وإذا أنت ميت بالخطايا والذنوب خلاص ما عادش عندك أمل قل له يا رب أنت استرجع حياتي تنفس في أعماقي واعطيني الحياة كل ما عليك قل له اعترف بخطيتك قل له يا رب سامحني على كل خطيئ ارحمني أنا الخاطئ وأنا بشكرك من أجل دمك اللي بطهر من كل خطية أنا بدعوك اليوم إلى حياتي تعال سود على حياتي كون ربي سيدي ومخلصي وملكي وإذا صليت هاي الكلمات البسيطة لكن من قلب فعلا متواضع ومنسكب أمام الله الرب بيسمع الصلاة وعلى فكرة شاركنا بنحب نسمع منك بصلي أنه الرب يلمس كل محتاج يلمس كل مريض بالشفاء يسدد كل احتياج وكل بيت بعاني من أي ضربة بصلي استرداد المسلوب وتعويد في اسم الرب يسوع المسيح أمين أمين والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر